أيضاً حاضر معنا المقروض فبودي لو تشاركي المشاهدة أو المشاهد الجزائري سر وصفة المقروض أو السر اللي يخليهم ينجح لهم المقروض كيف مره ناجح معاك هنا الحمد لله دايماً ينجح معايا المقروض والسر تعه أني نخلي العجينة ترتاح نخليها ترتاح ليلة كاملة حتى اللون دي معها ذاك باش نبدأ نخدم فيها العجينة بلبلبل لا بدون بسميد بركو يكون خاشن أم متوسط يكون خاشن السمن خليهم هكذاك حتى ليلة دي معاك باش نبدأ نخدم فيها هذا هو السر نجاح المقروض وماذا عن الحشو؟ الحشو هو لوز يعني لوز مية بمية يعني اللوز ربما حالياً فيه ناس ربما ما يتوفرون لهمش اللوز ممكن يديروا التمر ممكن يديروا كوكا وممكن يعني مكسرة أخرى مكسرة أخرى ممكن يعودوها بهذا الأمور وبالنسبة لقتل يعني غالي شوية كل شيء إحنا عدنا أسعار يعني صراحة مدروسة على حسب الشيء اللي رهوزة على حسب المعيشة اللي رهي دركة هنا عدنا لا ليست موضوع أسعار ولكن حتى اللوز ليس دائماً في متناول الجميع أنا والجميع أكيد 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 ففيه ناس ربما تلجأ إلى حشو آخر حشو آخر ممكن تمر ممكن كوكا وممكن